نعم بعدما كان الوداد متقدما على نادي الهلال السعودي بهدف لصفر وبركلة جزاء نفذها اللعب السعودي تعادل الفريقين واحد لواحدة لأن في الأشواط الإضافية لكن هناك العديد من الجماهير التي تهب إلى الخروج من الملعب حاليا هناك إجراءات أمنية مشددة وتأمين للخروج المهول لهذه الجماهير الغفيرة التي توفدت إلى ملعب مولي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط بحسب ارتصامات الجماهير الودادية والجماهير الهلال السعودي يعني الأجواء في داخل الملعب كانت تسدها أجواء رياضية وأخوية لكل الجماهير هناك الجماهير الودادية التي جاءت وقدمت من جميع أنحاء المغرب لمساندة فريقها الأشهر والعريق هنا في المغرب لمساندته في هذه المباراة وأيضا المدينة الرباط التي توشحت برداء اللون الأحمر هنا سواء خارج الملعب وداخل الملعب عموما كما ألاحظ هناك العديد من الجماهير التي تخرج الآن من الملعب ربما لتفادي الازدحام وهناك أيضا إجراءات أمنية هنا لتأمين وخروج الجماهير الهلال السعودي وأيضا الوداد الضضاوي بعد قليل ستنطلق المباراة الأهل المصري والندي الأمريكي في ملعب طنجة يعني هناك جماهير غفيرة من المصرية التي تساند الفريق الأهلي وأيضا بجانبها الجماهير المغربية التي تتواجد بكثرة في الملعب بطنجة لمساندة وتشجيع فريق الأهلي منذ البداية يعني وكما أيضا استمعنا لبعض الارتسامات من الجماهير المصرية فهي تتمن هذا الدعم وتتمن هذا التشجيع ويرون أنه المغرب ومصر إخوة ويتشاركان في حب الكرة كرة القدم والروح الرياضية كرام يبدو أن المباراة قد تتجه إلى ركالات الترجيح بعد هذا التعادل ونحن الآن في الوقت الإضافي هل ستم تأجيل موعد بداية مباراة الأهلي أم ليس علاقة بين أن تستمر هذه المباراة ويأتي الموعد في السابع بتوقيت القاهرة نعم لن يكون هناك أي تغيير بحكم أن المباراة الوداد البداوي والهلال السعودي تقام في مدينة الرباط أما مباراة الأهلي المصري والنادي الأمريكي تقام في مدينة طنجة يعني هناك مساحة جغرافية بعيدة بينهما وستقام المباراة الأهلي في وقتها المحدد هناك قنوات خاصة لها حقوق البث في هذه المباريات حتى أن معظم الوسائل الإعلام العربية أو الأجنبية لم تحصل على بطائق للدخول إلى داخل الملعب هناك حصري لبث هذه المباريات سيقام المباراة فريق الأهلي والفريق الأمريكي في وقته المحدد وعلى الساعة السادسة والنصف بتوقيت المغرب نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر